أطلقت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم فعاليات الاحتفال بيوم اليتيم في ثلاثة من دور رعاية الأيتام وألقى وكيل وزارة الصحة بالفيوم كلمة تحدث خلالها عن دور وزارة الصحة في مبادرة 100 مليون صحة والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثد ومبادرة مواجهة السمنة والأنيميا نحن النهاردة في يوم اليتيم الجمعة الأولى من إبريل مستهدفين رفع توعية المشرفات الدور الأيتام بنبدأ النهاردة بدار شفيع بالفيوم هي بتضم 47 طفل يتيم بنستهدف رفع توعية المشرفات الدور بأهمية صحة المرأة ومبادرة السيد الرئيس لصحة المرأة عندنا مبادرة صحة المرأة بمدرية الصحة بالفيوم عملوهم حاملة توعية